كده خالص? اه طبعا يعني نظريا كده خلاص اعتقد يعني نادي زمالك مش هيفرط هاي نقطة تاني. خلاص يعني هو محتاج نقطتين بس ويبقى خد بطولة الدورة فاعتقد ان يعني مش هيفرط في اين وقتين. اعتقد المرش الجاي. اه طبعا يصطعك. اصطعك. اصطعك. لعيبة اول حاجة لعيبة وانزان ما شفنش الموضوع ده عارفة ايمي تشيرت نادي زمالك ولعيبة رجالة وعندوهم الدوافع اللي هم عايزين يكسب بطولة الدورة. احكس النادي لايب نادي الاهلي فيه لعيبة فى نادي الاهلي مش عارفين ايمي تشيرت نادي الاهلي. فدي فرق مع لعبة زمالك. في النادي الاهلي مفيش لعبة؟ فيه لعب كتير طبعا. انا بات كلمة بصراحة بات كلمة بأمانة والراجعة رب ربيتة نادي الاهلي. وده اللي كان بيفرق معانا ان احنا على ابن معارفين ايمي تشيرت تالهب معها بو. حتى اللي بيجي من بره بيدanan مجم بيخش. بلاجم فيه لعيبة فعلاً يعني بيبقى طبعاً حاجة طبعاً تبقى وحشة جداً لعيبة الصغيرة اللي موجودينها مايبقى أكبر واحد في الفرقة هو أكتر واحد عارف إمتة شيرته وموت نفسه وفيه لعيبة عندها لموبالة وليد سينمان أكتر واحد من موت نفسه في الفرقة ومتشك كتير وهو راجل قال أنا عتزل آخر الموسم فراجل من موت نفسه فدي طبعاً تبقى عارع لعيبة الصغيرة طبعاً اللي موجودة اللي بيشوفه العيب كبير هوا موت نفسه وما يغروش منه بتبقى حاجة بحشة جدا